المشكلة كمان السولار والمحروقات لا لسه فيه 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 انا بقول لي فيه ايه ايه طبع المستشفيات يعني لا لا فيه بنزين يعني الجماعة ما في كل الامور المحروقات اه حتى غاز اللي هو وصل بحبات منبوكة غاز وبطلع اللي هو توصل على البنزين وبطلع حتى فيه مستشفيات يعني مين حمار؟ اه عنده صلر فيه اه عنده صلر فيه عنده اه عنده صلر فيه عنده اخيص مليون لتر انا بقول لك اليوم يعني اليوم مثلا تحكي اليوم الخميس اعتقدت من ممكن ان الخميس الجاي يكون كله من شرق المحطات ملعنة وفيه بياخذوا منها بوادوا الصلر للمستشفيات يعني بسحوا منها عن طريق الشاحن بوادوا مستشفيات ولسه ولا وما اسمه الحتام بحكمه في البلد بصراحة اه 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 كلشي كلشي لسه ما باهدا بلسه وما مشكله كل شيء صراحة وفيه بحث الارض انا متأكد فيه نص مليون لتر في نص مليون لتر بلنا ما انت هالف لان فا بدها سجين وبدها تلفونات وبدها مية وبدها حمامات وبدها امارة فيه نص مليون لتر داخل الارض خلشي اما لو الشاحب كله مات كل يوم اسرائيل قتلت عشر تلاف شاس مواطن ما بتأثر بهمهم مش ولا عبانهم نحن مليون